بعد يومين متتاليين من جلسات ومداولات ماراتونية تركزت على محاور ذات علاقة مفصلية بنهج الاتحاد الأوروبي إزاء تركيا وتداعياته على القضية الكردية وعلى المنطقة جاءت دعوة المؤتمر الدولي الثامن عشر في البرلمان الأوروبي في بروكسل للاتحاد الأوروبي إلى التحرك بموجب التقرير الذي أصدره البرلمان حول تركيا فيما طالب في المقابل مجلس أوروبا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أنقران لعدم امتثالها لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فلتاء التي أدان المؤتمر في بيانه الختامي مواصلة النظام التركي لنهجه العسكري وانتهاكاته لمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وأكد على مطلبه بفك العزلة والإفراج الفوري عن القائد الكردي عبد الله أجلان في إشارة إلى الحملة الدولية التي انطلقت من أجل حرية أجلان وحل سياسيا للقضية الكردية هذا المؤتمر أثبت بشكل قوي بأن البرلمان الأوروبي يقف وراء دعم قضايا حقوق الإنسان وأن البرلمان يتضامن أيضا مع القضية الكردية وهو بذلك يؤكد تضامنه مع السجناء السياسيين مثل عبد الله أجلان وصلاح الدين ديمرتاش ونطالب بالإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين المؤتمر الذي نظمته المفوضية المدنية الخاصة بتركيا والاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع كتل سياسية في البرلمان الأوروبي أدان ما ترتكب تركيا في سياساتها الخارجية من جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي وأشار إلى أن هجماتها الجوية شهدت زيادة خطيرة على شمال سوريا وعلى مناطق في إقليم كردستان في الأثناء التي لا يبدو أي أفوق لحل سياسي للقضية الكردية على وقع التطورات الجارية الهدف هو أن يتوصل كرد إلى تحقيق أهداف منتزاع حقوقهم وأن يتم التأكيد الدول التي تقسم وتحت الكردستان بأنها تبطهد الكردة منذ أكثر من قرن وحان الوقت يتمتع بحقوقهم كشعب حر في كردستان حرة وسوى تنمي بقية الشعوب الأخرى هذا وأشار المؤتمر إلى أن الانتهاكات بحق النساء بلغت مستويات قياسية منذ تولي ما يسمى بحزب العدالة والتنمية الحكم وخاصة بعد انسحابه من معادة إسطنبول بينما رحب بقرار منح جائزة زخرف للسلام للفتاة الكردية الجينة أميني على أنها رمز لمقاومة المرأة الكردية المؤتمر إذن كان واضحا في توجيه رسالة مزدوجة واحدة إلى أنقرة بوقف كافة أشكال التصعيد ضد الكرد في تركيا وخارجها والثانية إلى الاتحاد الأوروبي برفع سقف ضغوطاته وترجمة أقواله إلى أفعال في اتجاه التمهيد لحل سياسي للقضية الكردية في ظل مساع قد تتبلور فيما بعد ربما لإشراك المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية في النسخ القادمة للمؤتمر الدولي من داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل كريم باقساني اليوم